أكثر من مليون ونصف المليون شخص اضطروا إلى ترك منازلهم في الصين وذلك جراء الفيضانات التي تعصف بالبلاد تحديدا في العاصمة بكين وفي مقاطعة خبي في شمال شرق البلاد الإعصار دوكسوري الذي ضرب جنوب شرق الصين في الثامن والعشرين من يوليو شق طريقه شمالا باتجاه العاصمة مخلفا أضرارا كارثية الفيضانات الأخطر منذ ستة عقود طالت بشكل رئيسي ثلاث محافظات ومدن هي خبي بكين تيانجين التي يبلغ مجموعة عدد سكانها 110 ملايين نسمة تسبب الإعصار بتقطع السبل بالسكان وجرف الجسور والطرق السريعة ما أسفر عن مقتل العشرات بحسب السلطات الصينية المسؤولون الصينيون حذروا من احتمال أن تستغلق المياه ما ليقل عن شهر حتى تنحسر في بعض المناطق نقل السكان المتضررون إلى ملاجئ موقعة في الفنادق والمدارس العاصفة تسببت في هطول أمطار غزيرة لم تشهدها العاصمة بكين منذ أكثر من 140 عاما ويشكل اختبارا كبيرا لقدرة المنطقة والسلطات على التعامل مع التقص القاسي الذي حذر الخبراء من أنه سيصبح أكثر ثواترا بسبب التغير المناخي السلطات الصينية لم تتأخر في الإعلان عن رفع مستوى الاستجابة الطارئة للفيضانات في شمال شرق البلاد تزامنا ارتفاع مستوى نهر صونغ هوى الرئيسي إلى مستويات خطيرة بعد أيام من الأمطار الغزيرة إذن السلطات الصينية أعلنت الاستجابة للفيضانات إلى المستوى الثالث وهي تستخدم نظام استجابة للطوارئ من أربعة مستويات مستوى الأول هو الأعلى ترجمة نانسي قنقر